البسل ومك الثوم من جيتك الريحة لبنينة يا منظوم أكيد وريحة رمضان تفوح اليوم في أولى أي مات في كل الأسواق بالجمهورية التونسية إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة إن شاء الله باش تشوفونا في رمضان على قناة نسمة في بوامر شيلي باش تكون من كل الأسواق وليت تطوين أكيد باش نتابعوا فيه الأسعار رأي المواتن يلا اليوم في أولى أيامات رمضان إن شاء الله باش نشوفو الأسواق أهلا وسهلا صديق أهلا وسهلا مرحبا بكم مرحبا اليوم في سوق تطوين شنية الأسعار كيفش كانت بيها ولا والله المواطني الشكيس الأسواق مناسبة ما تشكيعت أكثر من بقولوا احنا تراب أكثر من الحفر مثلا اليوم كداش عندك أنت البطاطة بطاطة دينارو 500 وطماطم الطماطم الفين الفلفل الحار هذين الفلفل الفين المسكي وحار وفلفل حلو برب علف القرع القرع الأحمر 3 دينارات والجورجات بالفين فرنك الكيم والكرم القرم با دينارو 500 البروكلو دينارو 500 المعدموس سلكو معدموس ما بيعشيه ب300 ربطة في السوق فهذه الفيف والفلفل حلو متاع الفلفل فلفل محشي 3 دينارات والفقوس فقوس بـ 3000 تقريبا فالإقبال المواطن منذ الصباح اليوم على الخضار اسكيو بيهي وكما عم نول وليليهي المواطن لحفة عندها 3 أيام من الناس كيهي الباب على شتون ناس تشكهم من غلاء هي لحفة على السلع طلب أكثر من فما هكذا علاش تم شوية زيادة في الأسعار هذا هو يعطيك الصحة وإن شاء الله بالخير والبركة إن شاء الله على الناس الكل تكريم بذانش كيف كانت الأسعار في الأسواق والله باية متوسطة باية مش خيب مش خيب موسط وبر المواطن ينجم يشري ولا لي كل قديره قدره ثم اللي ينجم وثم اللي ما ينجمش ثم اللي ينجم وثم اللي ما ينجمش وأنتي يتعبك السيام ولا لي لا متعبنيش متعبك السيام عايزك يا غالي عايزك يا غلية شنية الأسعار اليوم في سوق تتاوين الأسعار في سوق تتاوين والسيدة تم رخصة وتم الغالية الأخضارة اللي على قدر حالها كبها بطاطا كلي زي الزوبر وتاع الزوالي خامسة أجمين والباهية غالية الأخضار الباهية غالية والدهم للباهية والغلة الغلة ما نحكوش عليا هكه يا رحمن يا رحيم غالية غالية ما تحكيش عليا أنا حكيت لك أنت وجي للمعديوسا ويجي حكايات الأخضارة بسيف عامة باقي الغالة ببارك خلالها الأخضارة فيها الباهية الغالي من تاع الزوالي هنا تستروا بره زي الفلفل اليوم و12 مئة حال يا خدر طالب باقي بها بستة قرار الأسعار اليوم في تتاويه الأسعار غلا ياسر معناه المواطن الزوالي يخلط اليوم بشيقذي ولا لا معنى شوهرات هذه أراء المواطنين هنا في تطوين حول غلا الأسعار كان يأخذ وزيدة معنا بعض المتدخلين سبح الخير يا حاش خير وينك لباس لباس حمد لله عمل فيك رمزان أعمل شي رمزان هو في العادة يتعب لا يتعب ليش حتى في الجبل ما يتعب ليش ولا سواء متعب في السوق أسواء ما يتعب حتى غالي شوي غالي لا غالي شوي لديني غالي والحمد لله والدعب أكيد مدفوح ريحة رمضان وميزها رمضان كان بالغلة تبدأ منصوبة على تاولة كل دار تونسية وأكيد كل الأسواق اليوم فيها برش غلا والمواطن يقبل على الغلة رغم غلا الأسعار اللي باش نشوفها توا أهلا وسهلا ومرحبا السلام عليكم اليوم في تتاوين ماذا حوالها الغلة سيارة؟ لا أعلم ماذا واضحة ملايك لغارة شوي غلاء برجولية في الخغارة غلاء الغلة كلهم متوفر أما غلاء برجولية غلاء معناها ممشي محكاية واحد أو هاش الغلة هي ياسر زي تفاح برب 1,500 طماطن بـ 3,500 وصلت برجولية غلاء برجولية غلاء غلاء هل يخذوا أسوين الغلة توا الغلة عنها نبدي وبالتفاح كيف تفاح؟ تفاح برب 1,500 وبردجان؟ الشروب بـ 18 مية الحلو مغادي بـ 3,200 الطمسن بـ 3,200 الخوخ الهن الخوخ 3,5 نعم تفاح ما نقول عليها الدقلة بـ 12 بـ 12 دينار دقلة هنا المشماش بـ 3500 الكوي هي الكوي هذا الكعبة بالفين لا معاج بعض لكن الزنجبيا دينار بـ 30 دينار كيلو بـ 3,200 أنا ناس كعبة الماضي المرطي مغادي بل 2500 والزنباع بل 3500 أكيد ما تنجموش نعدوا رمضان ما غير ملح وما غير زيتون وما غير حاجة ملحة تتحط في التاولة حاجة حارة ريسة عربي كأكيد الأسواق لكلها موجودة فيها البرودوية هذية أو المنتوج هذية المنتوج العربي تونسي الأسيل فلفل برعبيد كما قاعدين نشوفوا أهلا وسهلا بيك سلام أخوة شارع رمضانكم مبروك عايشك يا غالي عايشك شنية جول الملح في اليام متلولة متاع رمضان شنية الأسواق والله الأسواق معادية جدا معناها عن البريونت مثلا بدينار زيتون بخمسة لاب عنا فلفل برعبيد عنا فلفل متاع متاع التركي عنا كبار الجويد والخشين زيتون مقصوص ديمون عنا كل شيء معناها سواقنا بيه ومرشينا نظيفه وإن شاء الله مبروك على توانسل كل غوي إن شاء الله بيه خلينا ناخذوا فلفل برعبيد فلفل برعبيد ب10 ألف الفريونت الفريونت المتا جرام ب120 فرنك زيتون مقصوص مقصوص 800 متا جرام والزيتون العادي المالح هذية هذية الممكسرة مثلاً مخدوم زيتونة ب700 متا جرام فم 3 مالح الهاتف فم جويد هذية نضيف برشا جرام يعمل بـ 20 ألف و يعمل بـ 18 دينار يعمل بـ 18 دينار فم المناسب و فم الغالية و المواطن هو اللي يحكم في روحه هذا اللي نعرفه هنا هذه نشريها نشريها ما نشريها نشريها الأسعار متراوحة فم الغالية و فم الزائحة و فم الزائحة متوسطة مع الدماء برسك فذلك هو ربيعين